السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة على قناتكم قناة مغربي وبريطانيا مروكن اند بريتش لازالت حلقاتنا تعلم اللغة الإنجليزية من السفر Learn English from Start متواصلا معكم واليوم نكمل معكم في الدرس الرابع في درسنا لهذا اليوم سنتكلم عن ways of forming the feminine طرق سياغة المؤنث كيف نسوء الأسماء المؤنثة هناك طرق نسوءها من الإسم المذكر بزيادة بعض الحروف وما إلى ذلك وهناك في بعض الأحيان أسماء مختلفة كليا عن الأسماء المذكر إذن سنرى كل هذا إن شاء الله وسنرى معكم أيضا كيف ننتقل من المفرد إلى الجمع إذن ما هي الإضافات ما هي التغيير إذن إن شاء الله نبدأ معكم أولا ب ways of forming the feminine طرق سياغة المؤنث إذن هناك عدة طرق لسياغة الأسماء المؤنثة هناك عدة طرق لسياغة أسماء المؤنثة ونبدأ مع أول طريقة وهي إجراء تعديل على أحد طرفي الكلمة المركبة ونعني بذلك عندما تكون لدينا كلمة مركبة مثلا police man نحولها نحو المؤنث police woman نجري تغييرا فقط على الجزء الثاني grandfather grandmother جد جد الطريقة الثانية إضافة كلمة مؤنثة للإسم المذكر الإسم المذكر نضيف له كلمة مؤنثة مثلا driver اسم مذكر woman driver pilot woman pilot سائق سائقة طيار طيارة إذن الطريقة الثالثة هي إضافة مقطع إلى نهاية الإسم المذكر إضافة مقطع فقط إلى نهاية الإسم المذكر مثلا إضافة المقطع ESS مثلا host مذكر hostess مؤنث مضيف مضيف مثلا waitress نادل نادلة إضافة مقطع INE مثلا hero heroin إضافة المقطع SS للإسم المذكر المنتهي ب E أو R مثلا tiger ينتهي ب R نقول مؤنث tigers استبدال استبدال المقطع O R O B E S مثلا actor هذا هو الإسم المذكر نقول مؤنث actress لأنه ينتهي ب R استبدال المقطع O R O B I X مثلا executor executrice لأنه ينتهي ب R الإسم المذكر ينتهي ب R سو نبدل ب I X رابعا حذ جزء من الإسم المذكر ونعطي مثلا على ذلك مثلا لدينا إسم المذكر bridegroom يصبح مؤنث bride عريس عروس الطريقة الخامسة التي سنتكلم عنها الآن هي استخدام كلمة مختلفة بشكل تام عن الإسم المذكر يكون الإسم المذكر شيء والإسم المؤنث شيء آخر مغير تماما مثلا sir هو المذكر mad هو المؤنث مثلا horse مذكر mare مؤنث والآن نمر معكم نحو جمع الأسماء the number of nouns جمع الأسماء من المفرد إلى الجمع ما هي التغييرات التي تحصل طرق جمع الأسماء مختلفة حسب الكلمات ونهاية الكلمات أولا يجمع الإسم المفرد بإضافة s إلى آخره هناك بعض الكلمات التي تجمع فقط بإضافة s إلى آخرها مثلا ring rings dog dogs banana bananas door doors ثانيا يجمع المفرد المنتهي بحرف من هذه الحروف مثلا s s s ch z x بإضافة es إلى آخره مثلا اسم مفرد fox اسم جمع foxes لأنه ينتهي بx نضيف es اسم مفرد class classes ثالثا إذا انتهى المفرد بحرف y وقبله حرف second أو you فإننا نغير y إلى i ونضيف es مثلا we have diary لدينا diary نقول الجمع diaries يومية يومية story مفرد جمع stories so we change y to i رابعا إذا انتهى المفرد بحرف y وقبله حرف متحرك غير you يتم إضافة حرف s إلى آخره مثلا لا يكون حرف you هو الذي يسبق حرف y مثلا day days يوم أيام say says قول أقوال خامسا إذا انتهى المفرد بحرف f أو fe فإنها تقلب v ويضاف عليها حرف es مثلا knife مفرد knives سكين سكاكين wife wives زوجة زوجات سادسا يجمع المفرد المنتهي بحرف o بإضافة es إلى آخره نعطي المثال tomato tomatoes mythos ملاحظة هناك بعض الأسماء المفردة التي تنتهي بحرف o لكن يضاف إليها حرف s عند الجمع وذلك لأنها كلمات داخلة على اللغة الإنجليزية إذا نستثني هذا من القائد ونعطي مثالا على ذلك مثلا اسم مفرد radio اسم الجمع radio نضيف فقط s photo photo إذن نضيف فقط s لأنها كلمات داخلة على اللغة الإنجليزية سابعا أما الأرقام والأحرف فيكون جمعها بإضافة apostrophe s إلى نهايتها مثلا هناك أربع أرقام خمسة في رقم هاتفها إذن نضيف فقط apostrophe s لنجمع الأرقام ثامنا إذا كان الاسم مركبا من كلمتين في هذه الحالة يتم الجمع على الكلمة التانية مثلا classroom هو المفرد classrooms الجمع قسم أقسام ويستثنى من هذه القاعدة الأسماء المركبة التي تبدأ بman أو woman مثلا woman doctor نقول بالجمع women doctors طبيبة طبيبات أما الأسماء المركبة التي تنتهي بحرف جر فالجمع يكون على الكلمة الأولى فقط مثلا passerby نقول في الجمع passerby عابر سبيل عابر سبيل تاسعا إذا كان الاسم مكون من ثلاث كلمات يتوسط وحرف جر يكون الجمع على الكلمة الأولى مثلا father in law fathers in law عاشرا بعض الأسماء تبدو في ظاهرها على أنها جمع لكنها مفرد مثلا scissors trousers وهنا وهناك بعض الأسماء التي تبدو في ظاهرها على أنها مفرد لكنها جمع ونعطي مثالا على ذلك police الشرطة fish سمك إنها تبدو مفرد لكنها جمع شيء آخر هو أن أسماء المادة لا تجمع أسماء المادة لا تجمع مثلا bread خبز water ما لا نقول breads or waters أسماء المادة لا تجمع إذن هذه قاعدة وهناك بعض الأسماء التي تحول إلى الجمع بتغيير داخلها أو آخرها مثلا food feed قدم أقدام نغير ما بداخل الكلمة food أو أو تصبح ee child children نغير آخر الكلمة تفل أطفال child children وهناك جمع بعض الأسماء قد يجعل لها أكثر من معنى إذن الإسم المفرد يكون له معنى فقط ولكن الجمع يعطي معاني أخرى مثلا custom عادة الجمع customs عادات أو جماري إذن تضاف معنى آخر إلى الكلمة وهناك جمع بعض الأسماء التي لها أكثر من معنى قد يرطيها معنى واحد إذن تكون مفرد لها أعدة معاني لكنها في الجمع تصبح له معنى واحد مثلاً هذا الإسم المفرد gain يعني ربح أو إضافة له أكثر من معنى وعندما يصبح جمع فإنه يصبح gains أرباح معنى واحد إذن أصدقائي كانت هذه حلقتنا الرابعة في تعليم اللغة الإنجليزية من الصفر learning English from start نتمنى أنها كانت مفيدة بالنسبة لكم شكراً لكم على المتابعة نراكم في درس آخر إن شاء الله لا تنسوا مشاهدة حلقاتنا السابقة لأنها مفيدة جداً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته